السلام عليكم أنا عمر جهامي بهذا الفيديو راح نتعلم كيفية إنشاء موقع أمازون أفيلية أو البيع بالعمولة من خلال منتجات أمازون قمنا بعمل موقع يضاهي أفضل مواقع أفيلية أمازون وبتشوفوا هون في عنا مقالات في عنا هون البرودكتس هذول كلهم أفيلية برودكتس فعلى سبيل المثال إذا بدأ أضغط على هذا المقال وأنزل لتحت هون على المنتجات اللي حضطها في المقال وأضغط هون على باي ناو فرح يفتح معاي اللي هو أمازون وهون موجود اسم الموقع الكامبينغ تالنت بالأفيلية لينك فأي حدا بشتري من هون أنا بحصل على كوميشن اللي بتلاحظوا إنه أنا الموقع عملته في تخصص الكامبينغ ولكن هناك في تخصصات عديدة في موقع أمازون فإذا بتروحوا على موقع أمازون هون وتروحوا على أول بتلاقوا بالدبارتمنت أو الشوب باي دبارتمنت شغلات كتير عديدة يعني في كل المجالات اللي أنت بتتخيلها فأنا بنصحك تدور على تخصص أنت بتحبه وتدور على تخصص في منتجات سعرها غالي نوعا ما عشان تربح كوميشن أكبر فعلى سبيل المثال إحنا بالسبورتس أند أوتدورز يعني الكامبينغ يعتبر جزء من الأوتدورز اللي هي النشاطات الخارجية وروحنا هون على سبورتس أند أوتدورز وضغطنا هون على الأوتدور رح تلاقي أنه فيه كامبينغ وهايكينغ سايكيلينغ كلايمبينغ يعني فيه كتير شغلات أنت ممكن تكتب عنها أنا لفت انتباهي هذا الموقع اسمه جلوبو سيرف هذا الموقع بيحكي عن الكامبينغ ولكن بجانب الكامبينغ بيحكي عن أي نشاط خارجي أو أي أوتدور أكتيفتي هذا الموقع عم بيحكي عنها وعم بكتب مقالات عديدة طبعا الشغل على هيك موقع بده جهد كتير كبير بده مقالات كتير كبيرة عشان انت تقدر تحصل على زيارات وتحصل على مبيعات ولكن هذا الموقع هو ممتاز فانت إذا عندك وقت وجهد ممكن انت تعمل موقع الأفيلية تبعك انك ممكن تتروج لا الأوتدور أكتيفتيز لأنه سعرها نوعا ما غالي وبتقدر تحكي مواضيع عدة عليها أيضا خلال هذا الفيديو راح نتعلم كيف نسجل بأمازون أسوسيت كيف نعبي معلومات الحساب البنكي ونعبي نموذج الضريبة وكيف نحصل على اللينكس اللي هم بسموهم الأفيلية لينكس فهذا الفيديو جميع ما تحتاج إليه عشان تبدأ في هذا المجال وتنجح إن شاء الله وإحنا الخطوات اللي موجودة عندنا بهذا الفيديو هم عبارة عن عشر خطوات كل خطوة قمنا بشرحها بالتفصيل وحاولنا نغطي جميع أحيثياتها فالآن خلينا نبدأ بأول خطوة معنا في هذا الفيديو أول خطوة بدنا نقوم في التسجيل بالاستضافة واختيار اسم النطاق اللي هو دومين نيم فبنضغط على الرابط اللي موجود في أسفل الفيديو حتى نحصل على الخصم الخاص بشركة بلوهوست وهي واحدة من أفضل شركات الاستضافة في العالم وبتعطينا كمان اللي هو نطاق مجاني أو دومين مجاني فهذا إش كتير كويس ومن ثم بنضغط هون على get started الآن في عندهم أكتر من خطة إحنا بهمنا نطلع على basic والplus الفرق الرئيسي بينهم أنه بالplus أنت بتقدر تستضيف عدد لمحدود من المواقع أما في basic أنت بتقدر تستضيف موقع واحد فإذا أنت مخطط تعمل مواقع أفليات في أكتر من مجال فأنا بنصحك تروح على plus لأنها على المدى الطويل بتحقق لك توفير أكبر الآن جميع بقات الاستضافة بيجي معها هذا القفل اللي هو بضمن أمان وسرية المعلومات منه إلى الموقع بشكل مجاني وزي ما حكينا بيجي معها النطاق مجاني وبتقدر تعمل إيميلات باسم النطاق أو الدومين فهذا إشي ممتاز جدا الآن أنا لغرض هذا التمرين بدي أختار basic فأضغط هون على select الخطوة الثانية بدنا نختار اسم النطاق الآن إحنا الموقع تابعنا رح نعمله في النيش أو التخصص اللي هو camping أو التخييم فبالتالي بتروح على موقع اسمه leandomainsearch.com وبتحط الكلمة الرئيسية في التخصص اللي بدك تنشئ فيه هذا الموقع فأنا حطيت هون camping فطلعوا لي كل هدول الأسماء الغير مستخدمة اللي بقدر أنشئ النطاق من خلالها فأنا بالبحث عنهم وجدت اسم مناسب لإلي فهو اسمه campingtalent.com فبروح هون وبكتب اللي هو campingtalent.com أنت بتقدر تختار .net.org بس أنا بنصحك تختار .com دائما أفضل ومن ثم بنضغط على next فهون حكالي الدومين اللي هو campingtalent.com is available وبتقدر تكمل عملية التسجيل أول خطوة هون ده أحط الاسم الأول وأحط الاسم الأخير هون البزنس نام تركها فاضي مش ضرورية بتحط البلد اللي انت موجود فيها بتحط هون علوان الشارع بتحط المدينة ومن ثم بتدخل اللي هو الرمز البريدي إذا ما بتعرف الرمز البريدي دخل واحد خمس مرات الآن بندخل هون رقم التليفون وهون بندخل البريد الإلكتروني الخاص فيك الآن بننزل على القسم اللي هو package information هون بنختار مدة الاستضافة الآن في عنا اللي هم 36 شهر وعنا 12 شهر طبعا كل ما تزيد المدة كل ما الخصم صار أكبر ولكن أنا لغرض هذا الفيديو رح أختار هون 12 شهر وطبعا الدومين مجاني والSSL اللي هي هذا القفل مجانية فهذا إشي رائع الآن بننزل على package extras بنعمل untick هون وبنعمل كمان untick هون الإشي الوحيد اللي ممكن بدك تختاره اللي هو domain privacy domain privacy إنه معلوماتك الشخصية اللي هي متعلقة في النطاق اللي انت قمت بالتسجيل فيه ما بتبين بتكلفك دولار في الشهر إذا ما بتفرق معك الموضوع بتعمل untick عليها وتعمل هون turn it off فبتلتغي من الحسبة تبعتك ولكن في ناس ما بدهم معلوماتهم الشخصية تبين فممكن يختاروا domain privacy فبننزل لتحت الآن وبندخل معلومات البطاقة الاقتمانية وبننزل لتحت وبندغط هون I have read and agreed the terms وبندغط على submit فهيك حكا لي success next let's create your account هيك الأمور تمام الآن بنضغط هون على create your account فأول خطوة بدنا نعملها الآن هون اسم الدومين اللي هو camping talent بدنا نختار كلمة سر عشان نقدر ندخل على الاستضافة مرة تانية وبندنا نعيد ادخال الكلمة السر مرة تانية وبندغط هون I have read and agreed terms وبندغط هون على create account فبحكي لك الآن your account is ready to go now you can log in فبندغط هون go to login فالآن بطالع عندي هون اسم الدومين وبنرجع بندخل الباسورد اللي هلأ قمنا باختيارها وبنثم بنضغط على login نعملها save هون نعم بحكي لك it's beginning of your adventure بننزل هون بنضغط على create your website هون بنضغط على skip this tab وبنضغط هون على skip this tab are you comfortable with creating website بنضغط على skip this tab وبننزل هون بنضغط على get started الآن هون what type it is طبعا هاي المعلومات بنعبيها بعدين فبندغط على skip this tab وهون برضو بنضغط على skip this tab وبننزل تحت بنضغط على skip this tab وهيك يا أعزائي الآن هو عم بيقوم بإعداد الwordpress على النطاق اللي قمنا بشراءه فهيك الأمور صارت تمام الآن بنضغط هون على login to wordpress اللي هو من خلاله إحنا رح نقوم بإنشاء الموقع بطريقة سهلة جدا جدا رح ياخد شوية وقت والآن فتحت معنا اللي هي لوحدة التحكم الرئيسية بwordpress فعمل رائع هاي الخطوة جيدة جدا نظل خطوة واحدة لازم نعملها بنروح على الإيميل تبعنا وبنضغط على الإيميل اللي هو who's verification اللي هو for camping talent اللي هو النطاق تبعنا نضغط هون اللغ وبننزل هون بنضغط على verify your email فهيك حكالك thanks you've successfully verified your contact information فالآن إحنا أنجزنا أول خطوة في التسجيل للموقع والآن بدنا ننتقل للخطوة الثانية نجهز اللي هي لوحدة التحكم في wordpress الآن أول خطوة بنعملها بننزل تحت هون على plugins بنinstall the plugins وبننزل بنختار كل هدول اللي plugins من هون ومن ثم بنروح على bulk actions بنعمل deactivate هدول اللي plugins هم إضافات موجودة على الموقع إحنا ما بنحتاجها وممكن تبطئ الموقع فإحنا بدنا نمحيها ومن ثم بنروح بنختارهم كمان مرة وبنروح هون على delete وبنضغط على apply الخطوة الثانية بنروح هون على settings وبنروح هون على permalinks وبنختار اللي هو post name ومن ثم بنضغط هون على save changes الخطوة اللي بعديها بنروح هون على general وهون بدنا نسمي اللي هو site title يعني شو اسم الموقع أو الموقع عن إيش بيحكي فهون بنكتب مثلا camping effect إحنا بدنا نسميه أو camping talent على اسم الموقع يعني هيك بدك تحط وصف صغير عن الموقع تبعك وهون tagline بقولك in few words explain what this site is about يعني بكلمات قصيرة يحكي لنا شو هذا الموقع تبعك فممكن نكتب everything you need to know about camping ببساطة شديدة بنحط هاي المعلومات ومن ثم بننزل لتحت وبنضغط على save changes الخطوة التانية أعزائي بدنا ننزل اللي هو شهادة الـ ssl اللي هي شهادة الحماية للموقع فأول إشي بنعمله بنروح هون على plugins وبنضغط على add new ومن ثم هون بنروح بنبحث على إشي اسمه ssl فرح يطلع معنا هذا الـ plugin اللي هو really simple ssl هذا أفضل plugin هو مجاني ومنزل 5 مليون مرة فبنضغط هون عليه install now ومن ثم بنضغط على activate الخطوة التانية بنروح هون على settings وبنروح على general وبننزل تحت هون شايفين على wordpress address كل إشي بعد هدول العصايتين بنمحيه وبنحط اسم النطاق اللي قمنا بشراءه اللي هو camping talent تأكد انك تدخل اسم النطاق بطريقة صحيحة dot com بهاي الطريقة camping talent dot com وهون بعد الـ b بتحط حرف s و بتعمله copy وبتنزل هون بترجع بتعمله paste أو نسخ ولسخ فبكون هدول التنين نفس بعض ومن ثم بننزل لتحت بنضغط على save changes فالآن هون طلعني بره الموقع الآن برجع على الاستضافة تبعتي اللي هي blue host dot com وبضغط هون على login وبنروح هون بنضغط على login to wordpress عشان نرجع على حساب الورد بريس تبعنا فالآن فتح معنا الموقع الآن ممكن يحتاج يحتاج لحد نصف ساعة لأنه يرجع يدخل معك على الموقع ممكن يبين لك صفحة انه سيرفر عم بشتغل فيجرب مرة ثانية بعد نصف ساعة فبرجع بدخل معك على الموقع وبننزل هون نضغط على refresh ومن ثم بنضغط هون على اكتيفيت ssl فهيك انتو يا أعزائي أمورك طيبة صار عندك اللي هو campainetalent.com مسجل وهي القفل طلع معنا هون والموقع تبعنا الآن موجود على الانترنت إذا بنروح بنعلم عليه هون وبنضغط على visit site رح يفتح معنا الموقع اللي هو campainetalent.com وموجود هذا القفل طبعا هذا الموقع اللي موجود هون احنا رح نغيره تماما هذا هون اللي بحطه زي موقع مثال صغير على الموقع ولكن مش هذا الموقع الأساسي الآن بنرجع هون بنروح على dashboard وهدول بنضغط على هون dismiss وبنضغط على هذا المثلث وهون كمان عشان نزبط شكل لوحة التحكم تكون منظرها لطيف شوي امورنا الآن جيدة اخر اشي بنقوم فيه بنروح هون على updates وبقول لك you have the latest version of wordpress فاحنا الامور تبعتنا ممتازة جدا جدا الآن بننتقل للخطوة التانية نحمل القالب الجاهز على الموقع تبعنا عشان نقدر نغير التغييرات اللي بدنا إياها بكل سهولة ويسر الآن عشان نحمل القالب بنضغط على appearance وبنضغط هون على themes ومن ثم بنضغط هون على add new وبننزل هون بنختار astra وبنضغط enter فبطلع معنا هذا القالب المجاني المميز جدا جدا وبنضغط هون على install ومن ثم بنضغط على activate الآن رح تلاحظ وتحت appearance ظهر عنا إش اسمه astra options بنضغط عليه وبننزل هون على store importer plugin بنضغط عليها وهون بنختار elementor اللي هي الأداء اللي من خلالها إحنا رح نبني الموقع بطريقة سهلة جدا فبنختار elementor فالآن يا أعزائي كل هاي القوالب بينت معنا هاي القوالب بنقدر نستخدمها ونحطها على الموقع تبعنا الآن عشان نشوف القوالب المجانية بنروح هون وبنضغط على free فبظهروا معنا القوالب المجانية إحنا القوالب اللي رح نستخدمه في بناء موقع الأفليات هو اللي اسمه organic store هذا واحد من أفضل القوالب وبنقدر نعمله بطريقة سهلة جدا فبنضغط عليه وبنثم هون بنضغط على import complete site هون بنقوله I am wordpress beginner I am building website for myself وبنضغط على next وهون بنضغط على skip فالآن هو عم بحمل القالب على الموقع تبعنا أو على النطاق تبعنا ويمكن ياخد شوية وقت فخلينا نستنى وطلعت لنا هاي المسج إنه imported successfully وهيك الأمور تمام فبنضغط هون على view site فالآن هذا القالب زي ما شفته نزل على الموقع تبعنا اللي هو camping talent بكل سهولة ويصور وصار عنا موقع من ولا شيء طبعا إحنا رح نغير هاي الأمور كلها ولكن هذا القالب بساعدنا إنه يكون في عنا أساس نبني عليه موقع الافيليت تبعنا فالآن خلينا ننتقل للمرحلة الأخرى الآن في هاي الخطوة بدنا نقوم بإجراء بتعديلات على الموقع تبعنا فبندغط هون على edit with elementor زي ما حكينا elementor هي الأداة لمن خلالها إحنا بنشتغل على الموقع وبنقدر نغير فيه فالآن رح تفتح معنا هاي الشاشة أول خطوة بدنا نعملها بدنا هذا الحكي اللي هون شايفينه إذا بكبس عليه هيك بقدر أغيره من هون فأنا الآن بعمل الوبسايت عشان الكامبينج فأنا ممكن أكتب اللي هو because outside is the new inside يعني إنه بحكي إنه أو outside experience هي إشي ممتاز جدا فهاي بتلبق للموقع تبعي الآن إذا بدي أغير حجم وشكل الخط بروح هون على style وبضغط هون على text color بقدر أغير لونه إذا بدي بس أنا بدي أخلي أسود الآن إذا بدي أغير التيبوغرافي اللي هو شكل الخط هون بقدر أغير نوع الخط في مليون نوع خط بتقدر تختار منهم ولكن هو default أنا شايف ه مناسب وهون بالsize بتقدر تغير size اللي أنت بدك إياه بأي طريقة من خلال هون هون تقدر تغيره إذا بدك الوي يكون غامج ولا خفيف هون بدك تغير style تبعه هون بدك تعمل letter spacing يعني مسافة بين الأحرف كلها بتقدر تغيرها من هون من typography فها يعني جدا بسيطة أنت أنك تقدر تجري أي تعديل على الموقع تبعك الآن إذا أنت بدك تمحي إشي في الموقع ببساطة شديدة مثلا أنا الصورة اللي هون بدي أمحيها شايفين هذا الجلم الأزرق بس بضغط عليه right click وبضغط هون على delete فاختفت من عندي هاي الصورة اللي هون لأنه أنا فعلا ما بحتاجها الآن أنا بدي أحط صورة لها علاقة بالcamping فبروح هون شايفين الست نقط الزرق اللي هون بضغط عليهم ومن ثم بروح هون على style ومن ثم بنزل لتحت هون على background overlay وبضغط هون على choose image عشان أختار صورة تكون عندي في الموقع تبقي الآن أفضل موقع مجاني تحمل الصور من خلاله اسمه pixels dot com هذا الموقع بضمن لك انه الصور اللي ما عليها copyright يعني ما عليها حقوق ملكية الآن خلينا نعمل بحث على camping أو بتعمل بحث بالتخصص اللي بدأ تنشئ في الموقع وبتروح هون على orientation بتختار horizontal اللي هو الأفقية يعني تكون الصورة أفقية فبتلاقي صور عديدة عن camping ممكن تحطها على الموقع تبع في صور كتير حلوة بصراحة فأنا بدي اختار هاي الصورة بروح هون على free download بنزلها بالlarge مش original بنزلها بالlarge وبضغط هون على free download فنزلت معاي الصورة بمسكها وبحطها على desktop برجع على الموقع تبعي ومن ثم بروح على elementor بضغط select file وبروح بختار الصورة وبضغط على insert media فالآن زي ما شفنا الصورة نزلت بس شكلها غريب فالآن هون بدنا نروح نحط ها center center position عشان نوسطها وبننروح هون على size نختار انها تكون cover فالآن صارت الصورة موجودة عنا بهاي الطريقة ولكن انتو شايفين الصورة مش مبينة تقريبا فبنروح هون على obesity وبناخد انه يكون كامل بهاي الطريقة فهيك الصورة بينت معاي بطريقة أفضل إذا بدك تخليها أفتح شوي ولكن انا شايفها بصراحة كتير حلوة هون على الاشي اللي احنا ممكن نغيره ممكن نغير لون الخط يكون باللون الأبيض فبنكبس على الخط مرة تانية بنروح هون على text color نحط مثلا باللون الأبيض فهيك شايف ها صارت أحلى الآن إذا بدي أشوف الموقع من غير هاي هاي هون شايفين هدا السهم بكبس عليه فبفتح معاي الموقع بهاي الطريقة الآن الخطوة التانية هاد الحكي اللي هون بدي أشيله فبروح بضغط عليه right click وبضغط على delete فهي راح من عندي هون وضل عندي هذا الزر هذا الزر بكبس عليه شايفين ه اللي هون طلع معاي على اليمين اللي هو button وبروح بوسط أول شيء والحكي اللي هون بدل ما أحط shop now بكتب learn more عشان أحول هذا الزر للمقالات اللي موجودة عندي في الموقع لما أعمل ها وبرجع بكبس عليه كمان مرة وهون بالآيكون بضغط على icon library بحط مثلا اشي مختلف عن اللي هو مثلا ممكن أحط هاي بدل اللي كانت كتير كويس فالآن طلع معنا بهاي الطريقة اللي هي أول صفحة هون ببست quality product ممكن أكتب بدالها your camping guide بهاي الطريقة ومن ثم هاي اللي هون شايفين هاي اللي هاي النبتة اللي هون هاي أنا ما بحتاج ها فنروح بضغط عليها write click زي ما تعلمنا وضغط عليها delete طيب فهيك احنا عملنا أول خطوة بي الموقع قمنا بتغيير اللي هي المرحلة اللي هون اللي هي your camping guide because outside is the new inside هاد slogan الآن هدول اللي هون انت ممكن تغيرهم تحط شغلات لها علاقة في camping على سبيل المثال اذا بدأ اغير هاي بك بس عليها هون بروح على icon بغير و بختار icon من هون وممكن اختار اشي تاني من هون مثلا مثلا هذا الصح ودخله هون احط بذل اللي هاي تحط صح واكتب هون camping tents يعني هو الخيم تابعون camping وهاي اللي تحت بشيلها بخليها بهاي الطريقة camping tents وهون برضو بروح بنفس الطريقة مثلا بحط ها برضو الصح اللي موجود عنا بكتب هون اللي هم علاقة بالcamping فعشان هيك انا بكتبهم يعني انه انا عندي كل هاي المعلومات بالبلوغ تابعي وبروح بغير هدول كمان بنفس الطريقة اذا انا بدي امحي هادا كله بنضغط هون عليها right click وبنضغط على delete فبتمبحي معنا الان اذا احنا اغلطنا ونرجعها بنضغط على control وزد فبترجع معنا زي ما كانت فهذا ايش كتير كويس الان اي تغيير بتعمله بeleمنتر مهم جدا انك تضغط على update عشان تخزن المعلومات اللي انت عملتها او التغييرات اللي انت عملتها هون ومن ثم اذا بدك تشوف الموقع كامل غير انك بتضغط هون بتقدر تضغط شايفين العين اللي هون اللي هي preview changes فبفتح معك الموقع من غير اللي هي الامنتر فاحنا الموقع تبعنا الان عم بتكون شوي شوي الان بنرجع بننزل هون على best selling products الان هدول او المنتجات جايين مع القالب فعشان هيك موجودين هون الان انا ما بدي يكون عندي منتجات مبينة هون انا بدي يكون في عندي اللي هو اللي هو البقالات شايفين هذي الغصن الزيتون بعمل عليها right click وبضغط على delete وهون بكتب عليها بغيرها ل latest blogs وهدول اللي هون شايفين هم بضغط عليها right click هون وبضغط على delete فانمحوا من عندي تماما الان بدي احط قائمة بالمقالات تحت latest blogs ولكن اذا انا بروح على elementor شايفين هذول المربعات اللي هون وبنزل لتحت على post رح تجد انه في عليها جفل لانه احنا ماخدين النسخة المدفوعة من elementor واشنا مش مضطرين بصراحة نروح نشتري النسخة المدفوعة فعشان نحل لهذا الموضوع بنروح على wordpress اذا بنرجع على لوحة التحكم بالwordpress بنعلم هون على camping talent اسم الموقع بنضغط على dashboard وبنروح هون على plugins بنضغط على add new وبنعمل بحث هون على post grid elementor بهاي الطريقة وبننزل هذا اللي هو post grid elementor addon ونضغط عليه install now ومن ثم بنضغط عليه activate الآن الخطوة الثانية بنروح هون على camping talent وبنضغط على visit site بنرجع هون على الصفحة اللي كنا فاتح ين ها بس نضغط عليها update لانه عشان نعملها refresh عشان ليطلع هذا ال plugin او الاضافة الجديدة بنسكر ها هون وبنرجع هون بنضغط على edit elementor على صفحة جديدة تماما والآن بننزل لتحت وين ما كنا تحت latest blog وهون بنعلم عليها بنعلم هون شايفين فبطلع معنا زائد بنكبس هذا الزائد اللي هو تحت latest blog بنروح هون على هذور المربعات وبننزل لتحت نجد اللي هو post grid اللي احنا قمنا بتحميله بنمسكه بننزله هون فالآن فتح معنا اللي هو هذا اللي هو hello world هذا بيجي مع القالب ولكن احنا لما نحط اي مقال هون رح يبين المقالات تبعونا زي ما رح نشوف كمان شوي ولكن احنا قمنا بالإعدادات انه ننزل هذا الاضافة على ال elementor الآن بننزل تحت هون بنلاقي برضو هاي شو اسمها برضو هون بنكبس عليها right click و بنعملها delete ما بنحتاجها والآن عنا هدول بنكبس عليهم X بنمحيهم وهون بنكبس X برضو وهون بنكبس X فبيضل عنا اللي هو trending products او المنتجات اوكي الآن هدول المنتجات اللي مبينين عنا زي ما حكينا هدول جايين من القالب فالآن بدنا نمحي هدول المنتجات وننزل الى افيلية products سبعتنا فالآن خلينا نعمل save بداية هون الupdate وننزل تحت شوي نضغط عهي X ونضغط عهدول X فهيك احنا الموقع تبعنا already صار في اللي هو trending products وصار في latest blogs وصار في اللي هي الترويسة اللي هون الآن بدنا نروح نغير هذا اللوغو فبنضغط هون على update وبنضغط شايفين هذا preview changes فبتفتح معنا صفحة جديدة نسكر هدول ومن ثم بنضغط هون على customize من خلال هاي الشاشة احنا بنقدر نغير اللوغو ونغير شغلات كتير ولكن الاول خلينا نروح نعمل اللوغو سريعا فبنروح على موقع canva.com هذا موقع مجاني بتقدر تسجل فيه بطريقة مجانية بنوصل لهاي الصفحة الرئيسية تبعته بنعمل بحث هون على logo بنختار اللوغو هون ومن ثم بنضغط هون على create blank logo فرح تفتح معنا هاي الصفحة هاي الصفحة فيها شعارات جاهزة يعني logos جاهزة انت بتقدر بس تختارها وتغير الكلام اللي موجود فيها اللي عليهم هدول تاج عشان تقدر تنزل لازم تكون مشترك بهذا الموقع ولكن احنا بد ندور على logos المجانية الان انا بدي اعمل شعار من السفر فبروح هون على elements وبعمل بحث هون على mountain على سبيل المثال فمطلع معاي اشكال الجبال او mountains هدول زي ما حكينا مدفوعين فنحنا بندور على شغلات المجانية وخلينا نعمل مثلا camping ونروح على graphics فقط ممكن لو اخذنا هاي وحطناها بهاي الطريقة وجنبيها رحنا على text هون اخترنا نوع text معين او خط معين مثلا لو اخترنا هذا وصغرنا هيك بهاي الطريقة ورحنا ضغطنا عليه right click وعملنا ungroup ومحينا هذا اللي هون وكتبنا هون camping talent اللي هو اسم الموقع تبعنا وزبطنا هيك مثلا لو هذا الخط غيرنا اللون لاشي مقارب ممكن هيك انا شايف وممكن يكون احلى فهيك احنا عملنا logo من ولا اشي يعني بخطوات صغيرة عملنا logo بتقدر بتقدر انت تعمل اشي مثل هيك او بتقدر تختار زي ما حكينا من هدو التمبلت الجاهزين والان بنضغط على download وبننزل هذا اللوغو عنا بناخده على desktop بنضغط عليه right click ونروح على edit نعمل له edit ليش edit عشان بدأ نضغط هون على select ونختار فقط اللي هي مساحة اللوغو وما نختار المساحة البيضة ونعمل له cut ونصغر المساحة هيك بنرجع نعمل له paste فبيضل عندنا اللوغو بهاي الطريقة بنعمل له save بنسكر هاي الصفحة بنرجع الان على website هون الان بدنا نغير اللوغو بنروح هون على header وبنختار اللي هي site title and logo فببين معنا هذا اللوغو اللي هون بنضغط على change logo بنروح على upload file بنعمل select file بنختار اللوغو تبعنا وبنضغط على select بنضغط على image اللي هي skip cropping وبننزله بهاي الطريقة الان اذا بدنا نكبره شوي للوغو بنروح هون على logo width كبره شوي فهيك اللوغو تبعنا صار جاهز وبنضغط هون على publish بنسكر هاي فالان صار الموقع تبعنا باللوغو الجديد زي ما انتو شايفين الموقع عم بيكتمل شوي شوي الآن بدنا ننتقل للخطوة التانية نروح نسجل ب amazon affiliate عشان نبلش نضيف المنتجات من amazon على الموقع تبعنا الآن بدنا نسجل ب amazon associate او amazon affiliate program بنعمل بحث هون على google amazon affiliate countries وبنكبس على اول خيار بطلع عنا الآن وين موجود amazon affiliate زي ما بتشوفوا amazon موجود بعدة بلدان منها السعودية والامارات وكل بلد من هاي البلدان اللي هرابط مختلف للتسجيل احنا بدنا نسجل في amazon تبع امريكا اللي هو اكبر سوق احنا بنقدر نستهدفه فبننزل لتحت هون على amazon affiliate united states و ال وي بنضغط عليه فبنروح اللي هو affiliate program dot amazon dot com هذا اللي من خلاله احنا بنقدر نسجل فبنضغط على sign up الان اذا في عندك انت حساب بامازون يعني بتشتري عليه عادي بتستخدم الاميل والباسورد اذا ما عندك حساب بتضغط هون على create your amazon account بتدخل اسمك هون بتدخل الاميل اللي بدك تستخدمه وهون بتختار password وبترجع بتدخل الباسورد كمان مرة ومن ثم بنضغط هون على create your amazon account الان بيقول لك solve the puzzle to protect your account nrtn enter the character above طيب بعدان بنضغط على continue تمام هيك الامور جيدة الان بيحكي لنا بدك تدخل ال otp بعتلك رقم على الاميل فبتروح بتشيك الاميل تبعك وبتدخل ال otp وبنضغط add mobile number وببعتلك code على الموبايل بدك تدخله هون ومن ثم بنضغط هون على create your amazon account الان بيحكي لك your account information بدنا نعبي هاي المعلومات عشان نسجل ب amazon associate او amazon affiliate فبقول لك name بحط اسمي وهون بنحط ال address وبنحط city وهون state او origin طيب احنا Jordan فاختفت state برضو هون بنحط عمان كمان مرة بنحط هون zip code اللي هو الرمز البريدي بنرجع بندخل رقم التليفون كمان مرة بنقل code تبع بلدك وهون بنختار the pay listed above as it is ما بنغيرها ومن ثم بنضغط على next الان بحكي لك دخل الweb site اللي انت من خلاله بدك تقوم بالترويج لمنتجاتنا فبنروح بناخد الweb site تبعنا اللي هو campaign 3 dot com وندخله هون بنضغط على add فنزل معنا هون ومن ثم بنضغط على next الان بقول لك are any of the websites or mobile listed above directly بنحكي له هون يعني بحكي لك هل احد المواقع لهم علاقة بالاطفال الاقل من 13 سنة بنحكي له no ومن ثم بنضغط على confirm الان بحكي لك يعني ايش هو الكود اللي بتحب يكون بالافيليت لينك تبعك فبنروح بناخد اسم الweb site اللي هو مثلا camping talent بندخله هون وهذا الweb site موجود هون الان بحكي لك يعني ايش هذا الweb site تبع نحكي له it's a website to blog about best camping experiences and equipment يعني انه احنا بنحكي فيه هو بلوغ بحكي عن اللي هو best camping experience افضل خبرات في camping وال equipment الان بحكي لك which one of the following topic best describe your website بندور اشي outdoor اللي هو sport fitness outdoors وهذا ما بنعبيه اللي هو select secondary topic وبننزل هون اللي هو what type of amazon items do you intend to list at your website or mobile app اللي هو sports and outdoors انت طبعا تختار الاشي المناسب للموقع اللي بدك تنشئو what type are your website or mobile apps بنختار هون بلوغ وبننزل هون how do you drive traffic to your website نختار اللي هو seo blogs social network وبعدين بحكي لك هون how do you utilize your website and the app to generate income نحكي له amazon associate is the only way i monetize my website وهون بحكي لنا how do you usually build links نختار هون blog editor blogger wordpress type bad وهون how many total unique visitor do you website or the app get per month نحكي له from 500 to 5000 لانه احنا رح نبلش نشتغل على الوеб سايت هم بيراجعوا الموقع تبعك بعد ما يصير عندك 3 مبيعات على الموقع فهذا الاشي بيعطيك مجال انك انت تشتغل على seo ويصير في عندك زوار بحكي لك what is your primary reason for joining amazon associate account to monetize my site how did you hear about us word of mouth مثلا وبننزل هون by typing the characters in the box you help amazon prevent automated طيب خلانا نكتب هدول الاحرف هون H B M P N S وهون you agree to terms ومن ثم بنضغط على finish فحكي لي congrats عمر جهامي thank you for applying to amazon your unique associate id is camping talent dash 20 لان بحكي لك interview payment and tax information بنضغط هون على later عشان لازم ننشئ حساب على payoneer يكون عنا حساب امريكي عشان نقدر نستقبل الدفعات تبعون الافيليت فبنضغط هون على later وهيك يا اعزائي سرنا احنا بالصفحة الرئيسية تبعت amazon associate او amazon affiliate وصارنا جزء من amazon فهيك التسجيل بسيط وسهل فهلا الخطوة الثانية بدنا نشوف products على amazon عشان نضيفها على الموقع تبعنا الآن في هاي الخطوة بدنا نضيف منتجات الافيليت من amazon على الموقع تبعنا اذا بننزل زي ما حكينا حنلاقي هون منتجات اللي سمناهم trending products وحكينا انه هدول المنتجات جايين مع القالب فاحنا لازم نمحيهم فبنرجع هون على لوحة التحكم الرئيسية في الورد press وبنروح حون على products بنكبس عليها فبطلعوا كل هدول المنتجات فبنكبس هون ومن ثم بنروح هون بنضغط على move to trash وبنضغط على apply فالآن صار عندنا الproducts فاضي ما في عندنا اي product وبنضغط هون على add new بدنا نضيف منتج جديد اول خطوة بنعملها بنروح على amazon associate وبنعمل تحت بحث هون شايفين بالي product بدنا نعمل بحث على camping tent اللي هم الخيم وبنضغط على enter فبطلعوا معنا الخيم اللي هم الاكثر مبيعا او ال high rated في amazon فعلى سبيل المثال بدنا نضيف هاي على الموقع تبعنا فبنضغط عليها هون بتفتح معنا على موقع amazon فبناخد اسمها وبنرجع هون بنضيفه وهون بدنا نضع وصف طويل لهاي الخيم فبنروح على موقع amazon وبنروح هون على about this item مش هون هذا الوصف القصير ممكن نعتبره وهذا الوصف الطويل فبناخد هدول الpoints بنرجع هون بنعملهم paste فنزلوا معنا هون ومن ثم بننزل هون على simple product بنغيرها ل external affiliate product وبنرجع على amazon associate وبنكبس على get link بننزل لتحت هون بنضغط على text only بنروح على standard link وبنعمل له copy هذا ال link اللي هون وبنرجع بنضيف ال link هون هذا اللي بيسموه affiliate link تبعنا وهون بال button text بنكتب check latest price ومن ثم بننزل على الاخير هون هون short description الوصف القصير تبع هذا المنتج فنرجع على amazon بناخد معلومات من هون مثلا اللي هو على سبيل المثال بناخد brand فنحط هون مثلا brand اللي هو cool man وهون بنحط size two persons مثلا وبنحط item weight اللي هو 3.4 kg بنرجع هون بنحط item weight يعني بتحط بس معلومات قصيرة جدا هون بهاي الطريقة الآن الخطوة التانية بدنا نعملها بدنا نروح ننزل الصورة تبعة المنتج فبنرجع هون على amazon وبنضغط على هاي الصورة بنعمل عليها right click وبنضغط هون على save image وبننزل ها على desktop ومن ثم بنرجع هون وبنروح هون شايفين product image بنعمل set product image upload file وبناخد هاي الصورة وبنضغط هون على set product image فهي هنزلت معنا هون الآن الخطوة التانية أعزائي بدنا نضيف الكاتيجوري اللي هي المجموعة اللي بتنتمي إلها هذا المنتج فبنضغط هون على add new product وبنسميها camping tent وبنضغط على enter فهي نضافت عنا camping tent هون ومن ثم بنروح بنعمل preview فهيها بيّنت عنا اللي هي الخيمة هاي بيّن الاسم brand name وهون بيّن معنا category وهون الوصف القصير اللي دخلنا لما الشخص يضغط هون على check latest price بيروح على موقع amazon ولما يشتري انت بتاخد اللي هو commission فهي ببساطة طريقة إضافة هون على publish فالآن أنا رح أقوم بتحميل عدة منتجات عشان أوريكم كيف نظهر هاي المنتجات على الصفحة الرئيسية عنا في الموقع إذا بنلاحظ هون عند feature products أو products بتقدر تغير اسمها بأي طريقة بدك إياها من هون شايفين هذا المربع اللي هو باللون السكني هذا في معادلة بيحكي لك product limit 4 وال columns 4 الآن طيب ليش منتج طالع تحت featured products الآن عشان تطلع المنتجات تحت featured products شايفين هاي النجمة بدك تكبسها جنب المنتج اللي بدك إياه يظهر هون فعلى سبيل المثال خليني أضغط على هاي النجمة وأرجع هون خليني أعمل update changes رح تجد اللي هي هاي طلعت عنا هون فالآن إحنا بدنا نختار 8 عشان نطلعهم على الموقع تبعنا يعني 8 كل سطر فيه 4 بدي يكون فيه عندك سطرين فالآن بدي أنا أضغط على نجية 8 سريعا هون ومن ثم برجع على الموقع هون وبعمل على update changes بضغط على apply بجد أنه طلعوا عندي فقط 4 ولكن أنا اخترت 8 إيش السببب السبب هو أنه product limits هون موجودين 4 فأنت بتروح هون بتغير الكود هذا لـ 8 فهلأ سار يطلع عندك 4 هون وأربعة هون شايفين كماذا الموضوع بسيط لو بدك تطلع 12 على سبيل المثال بتغير هاي الـ 12 فبصير يطلع عندك 4 وتروح هون بتختار كمان 4 وتحط عليهم الستارز وبهاي الطريقة أنت بتطلع المنتجات عندك على الهوم بيج بتخيل أنه الموضوع جدا سهل المنتج اللي بتعمله بسيط جدا أول شي غالينا نسيف هاي ونرجع على الموقع هون نروح على وو كوميرس ومن ثم بنروح على ونروح هون على وبننزل لتحت هون على بنعمل ونعملها ومن ثم بنضغط على فإذا عملنا هون رفرش أو عملنا على تشينجز بنجد أنه الستارز هدول اختفوا من اللي هي امازون افليت على الصفحة الرئيسية تبعتنا الآن بننتقل للخطوة الثانية نشتغل على المدونة أو البلوغ ونكتب مقالات تكون مناسبة للأسي او ونقدر نعملها رانكينج على جوجل الآن في هاي الخطوة بدنا نكتب البلوغ أو المقالات هي طريقة جيدة جدا أنك أنت تجذب الزوار للموقع تبعك عشان يتصفحوا الأفليتي برودكت تبعون أمازون فعشان نكتب المقالات بنروح على بوست وبنجد هذا المقال اللي هو جاي مع القالب اللي بيّن عنا في الموقع فبندغط عليه تراش فهيك انمحة من عنا هذا المقال بنضغط هون على اد نيو فالآن بتفتح معنا هاي الصفحة اللي من خلالها بنقدر نكتب البلوغ أو المقال تبعنا فعلى سبيل المثال خلينا نفترض بدأ نكتب مقال حول الخيام تبعون الكامبينغ فبنسمي المقال أو يعني مبدئيا بنسمي المقال تينتس فور كامبينغ ولكن هذا العنوان من غير الاس اي او أو تحسين نتائج البحث لا يسوى شيء فلازم نستخدم أداء نقدر نشوف إيش العنوين اللي ممكن وبسرعة أكبر أفضل أداء موجودة اللي هي اسمها سمرتش هاي أفضل أداء وأشهر أداء الجميل في أنه سمرتش عندها تجربة مجانية لمدة أسبوع فبتقوم بالتسجيل فيها وقبل أسبوع بتقوم بإلغاء تسجيلك عشان ما يقوم يشرجوك وبتقوم بعمل البحث اللي أنت بدك تقوم فيه أو إذا أنت بدك ممكن تشترك القرش أنت بتدفعو فيها فرح أدرك لكم الرابط في أسفل الفيديو لهاي الأداة الآن بنضغط هون على sign up وتحط الإيميل تبعك وهون بنختار password ومن ثم بنضغط هون على create your account فبتفتح عنا هاي الصفحة بنحط هذا اللي هو الكيورد تبعتنا أو الكلمة الرئيسية وبنضغط على search فهون بيبين معاي حجم البحث 135 ألف مرة عم بتم البحث عنها وهون بيبين لي مدى صعوبة هاي الكلمة وبنزل هون بعطيني اللي هو keyword variation اللي هي اقتراحات مختلفة لها الكلمة الرئيسية فبضغط هون على view all keywords وهون بقدر أشوف اللي هي صعوبة الكلمة الكيورد difficulty وأشوف حجم البحث اللي هون هون رح يبين لي عدد محدود فبقول لي get 7 day trial for free فبنضغط هون على get free trial وبنضغط على start free trial هون بندخل معلومات البطاقة الاقتمانية الآن ما رح يشرجك شي رح يشرجك بعد 7 أيام فتأكد انه قبل 7 أيام انت تقوم بإلغاء الاشتراك فبنضغط هون على place the order ومن ثم بنضغط على start using semrach بنرجع للكلمة تبعتنا اللي هم tense for camping بنعمل search فبنجد يا عزائي انه الkeyword difficulties احنا بدأ نحاول نلاقي اشي اقل من 20 عنا هاي اللي هي easy set up tense for camping هاي غير مناسبة بنزل كمان شوي how to insult هاي ممتازة جدا عنا اللي هي best tense for camping with dogs هاي الكي ورد دفا تبعتها سبعة يعني معناته ما في ناس عاملين مقالات على هذا الموضوع كتير الشغلة التانية انه الفوليوم حجم البحث 590 يعني 590 مرة بالشهر في شغلة كتير مهمة انه انه انت في بداية اي موقع بدك تركز على كلمات اللي هي بتكون طويلة احضر الفيديو تبعي اللي هو عن كيف اختيار الكلمات وغيرها رح تجد على قناتي المهم فانت بدك تدور على الكلمات اللي سهل انت تعمل رانكينج يعني تطلع في مراتب عالية بجوجل مثل هاي الكلمة ومن ثم انت جوجل بيصير يفضل الموقع تبعك مع الوقت وبيصير انت تعمل رانكينج على الكلمات اللي عليها منافسة اعلى ولكن انا برأي انه هاي الكلمة جيدة انت ممكن تستهدفها وممكن تستهدف اللي هي فانتنس فور كامبينج هاي برضو الكيوورد ديفيالتي هاي كيدي معناها كيوورد ديفيالتي عشرين فهاي اشي رهيب بسم راش اللي هي بسموها الكيوورد ماجيك تول هاي الماجيك تول بتعطيك اختراحات لافضل شي انت ممكن تعمل عليه مقالات او اللي هي الكلمات الرئيسية اللي ما عليها منافسة كتير فانت ممكن تشترك فيه فقط لمدة شهر عبال ما تضبط البلوك تبعك وبعدين تقوم بإلغاء اشتراكك وانا بمعظم الاحيان بعمل هاي الطريقة فالمهم احنا الآن غيرنا وجهة نظرنا بدنا نعمل المقال اللي هو بست تنس كامبين فور دوغز فبناخد هذا العنوان هون فبنغير تنس فور كامبين لا اللي هي بست تنس فور كامبين فور دوغز ونعمل هاي كابيتل الآن احنا حطينا هون عنوان المقال تبعنا هذا العنوان اللي هو شيكنا عن طريق الاس اي او الخطوة التانية بدنا نكتب المقالة تبعتنا فأول خطوة بدنا نحط نص هون بهاي الطريقة والآن بنلاحظ هون في هذا النص اللي حطنا انه كلمة بست تنس فور كامبين وث دوغز مذكورة جو المقالة فبالتالي انت بدك تتأكد انه اللي هي الكلمة الرئيسية هاي الكيوورد تبعتنا اللي هي بستنس فور كامبين بالدوغز موجودة جو المقالة اول خطوة بنعملها بنروح هون بنضغط على زائد وبنروح هون بنعمل سيتش على ايميج بنختار ايميج ومن ثم بنضغط على ميديا لايبرري وبنختار واحدة من الصور اللي احنا نزلناها على سبيل المثال خلينا نختار هاي اللي هي التنت او الخيمة ونضغط على select فالآن فتحت معنا هاي الخيمة جو المقالة والآن هون بنروح بنضغط زائد كمان مرة وبنختار الهيدنج اوكي والهيدنج بنختاره يكون H2 H2 يعني معناته يعني الهيدنج بتكون من اكتر من رقم في عندك H2 H3 H1 اكبر شي و H2 H3 و H4 بصير ينزل لحد ما يصغر الهيدنج اللي هو العنوان بيكون عنوان رئيسي فالآن بدنا نكتب اسم هاي الخيمة فبنروح على امازون اسوسيت وبنروح على صفحة هاي الخيمة او التنت في امازون بنحط مثلا هاي كور سيكس بيرزون تنت بنعمل كوبي وبنروح هون وندخل هاي المعلومات فالآن صار عندنا هاي الخيمة الديتيلز تبعتها موجودة صورتها والعنوان تبعها الخطوة التانية بنزل على سطر جديد هون وبنضغط على زائد وبنروح بندور هون بالسيرش على بوتون بندور على بوتون هون فهذا البوتون بنغير التكست تبعه اول اشي بنكتب buy now على سبيل المثال وبنروح هون وبندخل ال URL اللي هو العنوان تبع الافيليت لينك فبنروح هون بناخد العنوان تبع الافيليت وبنرجع بندخله هون فأي شخص الآن ومن ثم بنضغط على هاي فالآن أي شخص بضغط هون بروح على صفحة هذا المنتج في أمازون فهاي واحدة منيش الخطوات اللي احنا بناخدها وهاي واحدة من الخطوات المهمة جدا في بناء الافيليت الآن الخطوة البعد هيك بدنا تحط معلومات عن هاي الخيمة فبنروح على أمازون يا انك انت بتكتب معلومات او بتحط المعلومات اللي موجودة هون مثلا بدي اخد هاي المعلومة اللي هون بعملها copy وبرجع على البلوغ وبعمل paste هاي المعلومة بنصير ندخل احنا معلومات بهاي الطريقة شوي شوي عبال ما انت تبني البلوغ تبعك وبعدين بنزل على سطر جديد بندخل اللي هي الخيمة التانية او التنت التانية بنفس هاي الطريقة الآن في شغلة مهمة كمان تكبس على هذا اللي هو الصورة هون وبعدين بنروح بنحط عليها اللي هو insert link كمان وبالصورة بنروح بناخد كمان مرة الافيليت link عشان لما حد يضغط على الصورة يروح على موقع امازون بنفس الطريقة ومن ثم بنضغط بهاي الطريقة فالآن الصورة صارت برضو clickable يعني حد اي حد بضغط على الصورة فتفتح معانا اللي هي الصفحة تبعت امازون الآن اذا بدنا نشوف هذا البوست على الموقع تبعنا بنضغط هون على preview وبنضغط على preview in new tab فهي البوست تبعنا اللي ناقص في البوست هي الصورة الرئيسية اللي بيسموها featured image فبنرجع هون تحت العنوان بنكبس enter بنضغط هون على زائد بنعمل بحث على image فبطلع معنا اللي هو post featured image بنضغط عليها وبنضغط هون على upload أنا بدي أنزل هاي الصورة فهي هنزلت عندي هون اللي هي post featured image طبعا انت الصورة بغض النظر صورة المنتج أو سواء أي صورة تانية بتقدر تصغيرها أو تكبرها من هون يعني من هيك بتقدر تصغيرها أو تكبرها تتحكم في حجم البوست ومن ثم بنضغط على update وبنضغط على preview مرة تانية عشان نشوف البوست تبعنا بنجد هاي الامج طلعت مرتين عشان نحل هذا الموضوع بنروح على اللي هو dashboard تبعت الwordpress بنروح على appearance وبعدين بنروح هون على customize وبنضغط هون على blog بعدين بنروح على single post وهاي feature image بنكبس عليها اللي هو العين هاي وبنضغط على publish الان لو رحنا هون عملنا preview كمان مرة فبتظهر معنا بهاي الطريقة وما بظهر معنا اللي هي الصورة مرتين فبهاي الطريقة انت بتقدر تعمل البوست تبعك في ملاحظة تانية هون اللي هي uncategorized by store اللي هون الكاتيجوري فاحنا بنرجع على البوست بنروح بنضغط هون على settings بنروح على البوست وشايفين الكاتيجوريز اللي هون بنكبس عليها وبنضغط هون على add new category وبنحط انه camping tint وبنضغط على add new category فهي نضاف عندي هون وبنشيل هاي uncategorized ومن ثم بنضغط على update الآن الخطوة التانية اللي هاي اللي هي leave a comment هون هاي بدنا نشيلها وبننشيل مين اللي كتب هذا البوست فبهاي بنعملها من نفس ال customize هون لما رحنا على single post بننزل تحت هون على author بنعملها انه ما حدا يشوفه وبرضه اللي هي comments بنخفيها بهاي الطريقة ومن ثم بنضغط هون على publish الآن لو رجعنا هون وعملنا refresh لهاي الصفحة فبنجد انه category فقط اللي هو مبين معنا هون فبهاي الطريقة اعزائي انتم ممكن تعملوا affiliate post يعني انا ازغط هون وضغط على هذا الزر بروح على اللي هو amazon product الآن انا لو بدي اخلي الشخص يفتح بتابة جديدة لما يضغط على هذا الزر اللي بعمل تيك على open in new tab فبالتالي اي حد بضغط هون بفتح تاب جديدة فالآن عملنا update وهيك نكون تعلمنا كيف احنا بنعمل post مميز ل affiliate الآن انا رح اعمل posts عدة في الموقع عشان اوريكم كيف نطلعهم على الhome page الآن انا قمت باضافة كمم post خلي نشوف كيف منظر الموقع الان بنروح على visit site بنزل لتحت بنجد latest blogs موجودين بهاي الطريقة اي حدا بيكبس عليهم read more بفتح معاه post وبقدري يقرأ وبهاي الطريقة انت بتبني الموقع تبعك الآن بس عشان اوريكم هاي كيف بتشتغل بنضغط هون على edit with elementor وبنروح هون شايفين هذا القلم الازرق بنكبس عليه فبتفتح معنا هاي الوجت الان هاي الوجت شو بتحكي انه انا رح ابين 3 هون والpost pair page بدي اياهم مثلا خلينا نفترض بتحطهم قد ما بدك يعني انت لو بدك تحط انه مثلا يطلع هون 9 او 10 انا لاني عملت 3 فهم 3 طالعين ولكن انت من هون هو الكلوم بطلع 3 بالسطر وانت بتقدر تختار 9 بطلع معك 3 اصطر او بتختار 12 او اللي بدك ايا من هون بتحكم بالموضوع الان اذا بدك تخفي الامج ما بدك اياها تبين من هون بتخفيها بس انا ما بنصحك تخفيها وهون اذا بدنا نشيل الكومنت اللي بتطلع او التاريخ اللي بطلع هون شايفين هون الميتا داتا بنكبس على الديت وبنكبس على الكومنت وممكن نختار اللي هو الكاتيجوري يبين معنا هون فهي هم طلعوا الكاتيجوري هاد نسيت اعمل الكاتيجوري تبع وبعمل هلأ فهي ببساطة يا اعزائي انت بتقدر تبني الافيليات بوبصايت تبعك هي الفكرة انك انت هلأ الان تكتب بلوغز محترمة تشتغل على سي او رح نحكي كمان شوي بالفيديو على هذا الموضوع بشوية تفصيل وحكي لكم من وين ممكن تحصلوا على بلوغز جيدة نضغط هون على update الان بدن انتقل الخطوة التانية من هذا الفيديو بنشتغل على صفحة about و contact us وبدن نقوم بتعديل الهيدر ترويزة الموقع والfooter اللي هي هاي في الموقع الان بهاي الخطوة بدن نشتغل على about us page فبنكبس عليها وبنضغط هون على edit with element اول خطوة بنعملها بنضغط على المربعات اللي هون بنروح على style بنروح هون على image بنضغط على image وفي عنا هون ب element بوفر لنا free images فممكن نروح نعمل هون search camping يعني هاي طريقة تانية غير الموقع اللي هو pixel اللي دليت كو عليه بنروح مثلا خلينا نجرب نختار هاي فبتظهر معنا بالخلفية بهاي الطريقة وخلينا نكبس على هاي شوي من هون ونروح هون على advanced وشايفين البادنج هذا اللي هو bottom بنكبس عليه فبتصير معنا الصورة تظهر اكتر زي ما انتو شايفين فهيك بتخيل انه ممكن يكون الصورة افضل بتقدر تكبرها وتصغيرها زي ما بدك من اللي هي advanced فالان احنا الخط هذا بدنا نروح نغيره باللون الابيض عشان يبدأ يبين معنا فهيك بتخيل انه مناسبة لصفحة about us هاي اللي هون بكبس عليها write click وبضغط على delete وهون كمان بالصفحة هلا في معلومات انا بصراحة ما بتهمني كتير هلا ممكن اخلي هاي اروح احط التكست يعني معلومات عني مثلا واعمل هون عليها اللي هي المربع وحط انا هيك معلومات يعني مثلا انه at global we love things ومش عارف شو يعني معلومات صغيرة وهون اللي هي we are your favorite camping guide على سبيل المثال فبهاي الطريقة انت بتعدل على صفحة about us يعني هي بدك تحطها صفحة خفيفة لطيفة ما بدك تعمل فيها تعقيد كتير لان هاي الصورة ممكن برضو نضغط عليها هون ونروح نكبس عليها وننزل مثلا هاي الصورة من الصور اللي احنا نزلناها على blogs نحط ها هون بدالها فباختصار هاي هي صفحة about us هدول اذا تخليهم تكتب شغلات ثاني انت حر ولكن انا شايف انو نمحيهم كلهم وهيك الصفحة بطل فيها غير اللي هو about us ومعلومة صغيرة عن نائز تزود حكي هون بدك تحط صور انت حر يعني الموضوع تبع elementor جدا سهل وتخيل صار واضح الان بنضغط هون على update فهيك بنكون خلصنا اللي هي صفحة about us الان بدنا نروح على صفحة contact us فبنروح بنعمل view على الوبسايت بنروح على صفحة contact الان هم حطين ارقام تليفونات ويميل احنا ما بدنا اياها هاي كلها بدنا نحط فورم يعبوه ببساطة عشان يحكوا معنا فعشان نعمل الفورم اول خطوة بنعملها بنروح على dashboard تبعنا وبنروح هون على plugins وبنضغط هون على add new وهون بنحط فورم بنعمل بحث على فورم فبطلع معنا هذا الكنتاكت فورم هذا محمل 4 مليون مرة وهو مجاني ونضغط هون على install now ومن ثم بنضغط على activate فالآن بمتح معنا بهاي الطريقة بنضغط هون على create your first form فهون بحط لك templates بتقدر تختار منها خلينا مثلا comments والmessage ببساطة شديدة انت ما بتحتاج اكتر من هيك الخطوة التانية اللي بنعملها بنروح هون على settings وبنسمي form name get in touch ومن ثم بننزل هون على اللي هو notifications وهون رح يوصلك على admin email اللي هو الاميل اللي انت سجلت فيه بالاستضافة رح يوصلك ايميل كل ما واحد عب الفورم الآن إذا بدك تضيف ايميلات تاني يوصلها هذا الفورم بس بتعمل اللي هو the coma وبتحط الاميل اللي بدك اياع عشان يستقبل الفورم لما حدا يعبيه ومن ثم بنضغط هون على save بنرجع هون على هاي بنسكر ها وبنروح على WP forms عندنا هذا short code اللي موجود هون عند WP forms All forms بتلاقي هذا الفورم اللي عملنا اللي اسمه get in touch بتاخد هذا الكود اللي موجود هون وبترجع على contact page وبنضغط على edit with elementor وبنروح هون عند اللي هو تحت get in touch هون بنمحي هاي اول اشي اللي هي delete وبنضغط هون على زائد فبفتح معنا قسم جديد وبنروح هون شايفين على المربعات بنعمل بحث على اشي اسمه short فرح بحط اللي انا نزلته اللي هو هذا WB فهي يبين معاي بهاي الطريقة هذا الفورم اللي هو الناس بتقدر تعبيه وبتضغط على submit شايفين كداش الموضوع بسيط جدا جدا سهل فهاي طريقة انك انت تعمل فورم ومن ثم الاشخاص بيعبو بدخلوا هاي التفاصيل هون برضو هاي المعلومات بنعمل عليها صفحة الفورم بيعبو بكل بساطة بوصلك ايميل في الشغلات اللي بدهم إياها الآن هون طبعا بتقدر تروح برضو على اللي هو style وتعمل image تحطها هون زي ما تعلمنا في صفحة السابقة اللي هي صفحة about وبهيك احنا بنكون خلصنا هدول الصفحتين الهمين جدا بضل في صفحة لازم نعملها الآن بنروح على الwordpress وبنروح على اللي هم الpages هون هون بنشوف كل الصفحات اللي موجودة بالموقع ولكن احنا بنعمل صفحة جديدة نضيف فيها كل blog posts او كل الpost اللي احنا بنكتبها فبنضغط هون على add new وبنسميها هون blog posts blog posts وبنضغط عليها هون edit with element فبتفتح معنا صفحة فاضية تماما ما فيها اي شيء احنا هاي الصفحة بنطيف فيها لblog posts فاول اشي بنعمله بنروح هون بنضغط على زائد بناخد اللي هو هذا اول واحد المربع اللي حاله وبنروح على المربعات اللي هون بناخد headings وبنحط هون وبنكتب هون blog posts وبنروح بنوسطها بالنص وسي ما تعلمنا من style ممكن نروح نكبر الخط او نصغره بالطريقة اللي احنا بدنا اياها مثلا لو عملنا هيك على سبيل المثال ومن ثم بنروح هون بنعمل زائد ونعمل المربع اللي هون وبنروح على سبيل المثال على المربعات هاي وبناخد image بننزلها هون وهاي الimage بنكبس عليها وممكن نختار اي image من اللي احنا نزلناهم مثلا لو اخترنا هاي عسبيل المثال فهون مثلا اخترنا image تكون عند blog posts ومن ثم بنضغط على زائد هون وبنختار برضو واحد مربع من هدول بنروح هون على هدول المربعات وبننزل للاخير بنجد اللي هو posts grid بنمسكو وبنحط هون فهون رح ينزل معك كل اللي هم posts تابعونك تابعون الموقع هون انت بتحط بدل posts per page ثلاثة بتحطهم مثلا دعنا نفترض 20 فانت كل posts بتعمله اكيد رح ينزل هون لما يزيدوا عدد الب بتنزل هون ولكن هاي الصفحة اللي هي بتحتوي على كل المقالات اللي انت كتبتها طبعا بتعدل عليها هون زي ما حكينا كيف شلنا ال comment وال العزيز او يا سيدة العزيزة ونضغط هون على publish الآن اذا بنشوف الصفحة بنضغط هون على العين فالآن صار عنا صفحة كاملة متكاملة فيها تبعوض طبعا انت بهاي الطريقة بتقدر تنشأ اي صفحة بدك اياها الآن بننتقل الخطوة التانية في انشاء الموقع اللي هي بنشتغل على الهيدر اللي هون اول خطوة عشان نشتغل على الهيدر هون بنضغط على Customize ونضغط هون شايفين فيه قلم بيبين معاي بضغط عليه فبروح على الصفحة اللي فيها اللي هو Sub Menu بضغط هون على Configure Menu From Here فمتفتح معاي هاي الصفحة اللي هي فيها Main Menu اللي هو هذا وبضغط على Edit Menu فالان هدول اللي هم Home All Products About Contact اللي موجودين هون بيبينوا معاي هون اول خطوة بنعملها بننشيل الاككاونت لانه احنا مش موقع تسويقي بحت فهاي انا شايف ان ما الها داعي فبنروح عليها بنكبس هون بننزل لتحت نضغط على Remove وهدول كمان اللي هم My Account بنعملهم Remove وال Card بنعملها Remove فالان ضل عندي اللي هو Home وال All Products وال About وال Contact الان بدي اضيف صفحة اللي عملناها اللي هي صفحة ال Block Post فبضغط هون على Add Item وبروح هون شايفين ال Block Post بكبس عليها زائد فبتنزل معاي بهاي الصفحة الخطوة التانية شايفين All Products ممكن هون اروح اضغط على Add Item واروح هون شايفين اللي هم Categories شايفين هون فانا عندي Two Categories انا عملتهم او مجموعتين في الموقع اللي هم Camping Tint وال Camping Stuff فبكبس عليهم وبكبس عليها هون كمان الان انا بدي اضيفهم يكونوا جايين تحت اللي هو All Products فبمسكهم فبروح بمسكهم شايفين بالماوس هون بنزلهم تحت All Products بخدهم على اليمين شوي وبمسك Camping Tint برضو بنفس هاي الطريقة فالآن بينا معنا اللي هو Home About Block Post Contact وال All Products بينا تحت هاللي هو Camping Stove وال Camping Rent اللي هم الكاتيجوريز اللي موجودين فهذا اشي كتير رائع ومن ثم بنضغط هون على Publish الخطوة الثانية بدأ ننزل لتحت هون على الفوتر وبنضغط على برضو الزر هذا فبفتح معنا الفوتر بهاي الطريقة اول خطوة بنعملها بنضغط على هاي الصورة بنعمل Got It هون وبنروح بنحط اللوغو اللي هو تبع الموقع بنروح هون وبنضغط على Replace Image وبنضيف اللي هو اللوغو تبعنا هو اللوغو مفروض هذا بنعمل Add Widget فهي ينضاف معاي هون ممكن انت تعمله تشيل هاي الخلفية البيضة تعمله transparent عشان يطلع احلى على الموقع ولكن امديش اضيع وقت في هذا الموضوع فهاي غيرنا اللوغو هون الخطوة التانية بتكبس عليها هاي التكست وبتنزل بتغير اللي بدك اياه هلأ هون بدنا نحط اشي كتير كتير مهم بدنا نحط اللي هو disclaimer او انه نحكي للناس انه فهاي بنحط هون ومن ثم هون على download our mobile اب بنكبس عليها وبنضغط هون على right click وبنضغط على remove block وهاي برضو بنكبس عليهم الصورتين بنعمل right click وبنضغط على remove block فهاي هم انشال من عندنا هون اللي هما الودجت وهذا الحكي اللي حطينا هون الان اذا انت عملت مواقع بالsocial media بتكبس هون وبتدخل المعلومات يعني انت هون حطين يلب من يستخدم يلب بننشيل هذا مثلا اذا في عندك facebook بتكبس هون بتحط عنوان صفحتك على facebook اذا ما بدك اياهم بتكبس x هون وبتمحي هون فهاي بسيطة جدا الشغلة ومن ثم بنضغط هون غيرنا اللي هو الفوتر اللي هي add وجت لش دل طالعة بالله خليني اشوف ها سريعا انزل عليها لتحت بكبس على هذا كله وعندي هون الوجت وجد اه اوكي بدي اكبس على هذا وبيدي اكبس على هذا فراح وبن هون هدول ممتاز وبرجع بكبس وببلش وهيك امورنا تمام ومية بالمية الان في شغلة كمان لازم تعملها انا نسيت احكي لكم اياها برضو بصفحة about us بدك هون تعمل edit وتحط نفس التكست اللي هو هذا اللي هو انت participant بالامازون service affiliate لانه مهم جدا بالنسبة لامازون عشان لما يراجعوا الموقع تبعك لما يصير عندك بيع ويراجعوا الموقع تبعك يكون هذا الوضع مبين بالنسبة لهم وبهيك بنكون خلصنا من design تبع الموقع الان برضو في عنا هاي السطر هذا اذا احنا بدنا نشيله شايفين هذا اللي هو المربع البني بنضغط هون على edit element يعني بتخيل هلأ تعرفوا كيف ممكن تمحو بننزل لتحت هون بنعمل delete فالان اذا بدنا نفصل عن بعض هدول بنروح هون بنضغط زائد بنروح المربعات اللي هون بنختار اشي اسمه divider بنمسكه وبنضيفه هون اللي هو خط هاي بتطلع معنا خط فاصل بين هذا القسم وهذا القسم وممكن نقلل حجمه شوي ونحطه بالوسط واذا بدك تغير شكله او تغير لونه بتقدر تعمل هذا الحكي من هون فاحنا هيك اعزائي يعني بتخيل ما ضل اشي في الموقع الا اشبعنا بحثا وطحميصا زي ما بقولو وهيك انت الموقع تبعك جاهز ويضاهي كل مواقع الافيليا تبعون امازون كلهم بشتغلوا بنفس الطريقة هم السر فيهم انهم بكتبوا جيدة بتنعمل راكنج في امازون بدخلوا الناس بضغطوا على product وبقوموا بالشراء وهم بقوموا بالربح والآن بدنا ننتقل للخطوة الاخيرة نروح على امازون اسوسيت اكاونت ونقدم اللي هو معلومات التاكس وبدنا نضيف معلومات الدفع كيف بدنا توصلنا المصاري فرح نقوم بتسجيل حساب بنكي امريكي في الطريقة رح اوريكوا اياها الآن الآن عشان نفتح حساب بنكي في امريكا وتوصلنا المبالغ عليه بنروح على موقع اسمه bayoneer.com bayoneer هو بمكنك تفتح حساب يسموه حساب virtue والحساب بنكي وهذا الحساب تستقبل عليه المصاري وهو بيقوم بتحويلها لالبنك التبعك في اي بلد بدكية فالآن بنضغط هون على register ونختار ونضغط هون على register اول خطوة بتختار انك انت individual او شركة احنا نختار انه احنا اشخاص عاديين من الشركة ندخل المعلومات الشخصية ومن ثم نضغط على next الآن بالخطوة الثانية بدك تدخل البلد اللي انت موجود حسابك البنكي فيها فانا بدأ حط الاردن حط عمان وحط هون الرمز البريدي وهون بدندخل رقم التليفون وبننزل هون بنضغط على send code فوصلني رقم تعريفي من بيونير على الموبايل تبعي بدخله هون بدغط على next الخطوة الثانية هون بداختار password برجع بدخلها وهون بختار security question what is the street you grow وبنزل تحت هون بحط المعلومات الهوية الشخصية تبعتي في البلد اللي انت موجود فيها أو بتحط اللي هو رقم الجواز اذا بدك هون رح احط انا هاي المعلومات وهون بننزل بنعبي هذا اللي هو الكود اللي تحت وبنضغط على next الان بحكي لك هون please add a bank account for withdrawals that belong to you or your company يعني دخل حسابك اللي موجود في البلد تبعك فانا موجود بالاردن وبختار الكرنسي اللي هي ال j.o.d انت لو بالسعودية بتختار السعودية بتختار سعودي ريال مثلا او بالامارات او غيره وبتحط اللي هو اسم البنك والسوفت كود والايبان فالان بحكي لك review in process انو you receive an email confirmation عادة بين يومين ليوم ببعتولك ايميل وعادة approved فبروح بعمل login في bayoneer بجد انو حسابي اتفعل واذا ضغط هون على receive وروحت على global payment service بجد انهم فتحولي حسابين واحد بالbritish pound واحد بال US dollar فاذا بضغط هون على view detail بجد اسم البنك البنك address routing والaccount number فبتروح انت على amazon هون بتروح على اللي هو pay me buy direct deposit وبتختار البنك location اللي هو بامريكا هلا انت البلدان العربية مش موجودة هون يعني ما فيش ولا بلد عربي هون للأسف الشديد فانت بتختار اللي هو United States او اذا عندك حساب بهدول البلدان ممكن تحطه فبتختار اللي هو United States وبتحط account holder account number bank name و routing number اللي وريت كوية وبتضغط بتحط انه مثلا هذا checking account عادة اللي هم accounts بيونير checking ومن ثم بتضغط على submit فهاي ببساطة انت بتقدر تحط معلومات الدفع تبعتك وتكبس عليها بتختار what is your tax classification بتحط individual for US tax purposes are you person تحكيله لا انا مش US الا اذا انت امريكي وبعدين are you acting as intermediate agent بنحكيله or receiving بنحكيله no وبتحط هون اسمك وبتحط البلد اللي انت موجود فيها وبتنزل هون هل انت عندك رقم ضريبة في البلد اللي انت موجود فيه اذا في عندك رقم ضريبة بتدخله هون اذا ما عندك رقم ضريبة بتكبس عهاي وبتحكي مثلا البلد اللي انت موجود فيها ما بتصدر ارقام ضريبية للناس اللي عايشين فيها على سبيل المثال او انه انا بس لسه ما استلمت ها فبهاي الطريقة انت ممكن تعمل فخلينا نحكي مثلا الانت رقم ضريبة لبتحكي ما عنده ال اذا انت عندك اللي هو رقم ضريبة تبع بلدك بتكبس عهاي وبتدخله انا مش خبير ضريبة يعني بس عشان للمعلومة فممكن تستشير واحد من الضرائع بيكون احسن ومن ثم بنضغط هون على continue وبنضغط هون all services will be performed outside of us وبتحط اسمك هون كمان مرة وبتحلف بالله انك انت رح تدفع التاكسز وبتضغط هون على save and preview تنزل تحت للاخير وبتضغط على submit form فهيك انت validated وكل امورك تمام نضغط هون على exit interview وبنرجع للصفحة بيظل هي payment information فزي ما شفنا بس يتوافق ع حسابك بيونير بتدخل هاي المعلومات هون وبتصير تحول من بيونير لا حسابك في البلد اللي انت موجود فيها بكل سهولة ويسر وفي فيديوهات تعليمي عن بيونير في على الانترنت باللغة العربية يعني قد ما بدكو ولكن انا اعطيتكو اللي انتو بتحتاجوا بهذا التريني الان بدأ احكيلكو شوي عن شروط الموافقة بامازون اسوسيات هلا احنا انشأنا حساب وكل شي تمام امتى بيقوموا بمراجعة حسابك بتشوف هون after احكيلكو وليتشكو احكيلكو ثلاث مبيعات يعني انت لازم يكون في عندك مبيعات 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 يعني لازم يكون عندك على الاقل ثلاث مبيعات خلال المئة وتمانيني اليوم من التسجيل في امازون اسوسيات عشان يقوموا بمراجعة حسابك ويوافقوا عليه بشكل كامل بحكولك كمان انو البيعات لا تقالي ويحكو لك هون انو a good rule of thumb لازم يكون في عندك على الاقل 10 post يعني عشر مقالات موجودة في الموقع تبعك فهو بالمحصلة امازون بيهتم بالمحتوى تبع المقالة المحتوى لازم يكون قوي ويونيك يعني مش ما اخود من الانترنت ويكون على الاقل في عندك عشر مقالات هلا انا بنصحك انك تحط عشرين مقال عشر مقالات تحطهم من غير ما تعلن عنهم عن البرودكت يعني ما تحط مقالات تحط فيهم منتجات امازون حط مقالات بشكل عام عن النيش اللي انت عملت في الموقع تبعك يعني مثلا انا عامل بالكامبنج بحط مقالات عن افضل اللي هو الاماكن تعمل فيها كامبنج في العالم يعني شغلات لها علاقة في النيش ولكن انا مش عم ببيع من خلالها برودكتس هاي كتير بتقوي الاس اي او بتقوي اشي بيسموه دومين اوثورتي تبع الموقع تبعك واعمل كمان عشر مقالات اللي هم انت بترويج فيهم لمنتجات امازون انا بأكد لك اذا اشتغلت على الاس اي او بطريقة صح وكتبت مقالات جيدة انت ممكن تنجح نجاح كبير في هذا الموضوع واكيد رح تحصل على موافقة امازون الان عشان تكتب مقال جيد بنصحك تروح على هذا الموقع اللي هو ايرايتر دوت كوم هذا من خلاله بتقدر انت توظف ناس عندهم خبرة كتير طويلة بكتابة المقالات ومقالات الاس اي او ومن خلالهم بتقدر بتكتب هاي المقالات ممكن تروح برضو على فايفر هون وتعمل سيرتش على بلوغ رايتنج بطلعو لك ناس كتير بتشوف الريفيوز وبتشوف الاسعار وممكن هم يكتبوا لك مقالات برضو جيدة فهاي مهم جدا انك انت تنتبه لهذا الموضوع لانه الان احنا الموافقة اللي حصلنا عليها هي موافقة مبدئية فقط فبهيكي اعزائي بنكون خلصنا هذا التريننج او الفيديو اللي هو انت كيف تعمل افيلية امازون من السفر وكيف انت بتقدر تعمل موقع مميز بهاي الطريقة بوصيكوا بالس اي او الاس اي او كتير مهم انكم تشتغلوا عليه في فيديوهات بقناتي على موضوع الاس اي او وطبعا في الاس اي او تبع الورد بريس في فيديو على قناتي راح اتركلكوا الرابط في اسفل هذا الفيديو كيف تعمل اس اي او لموقع الورد بريس هذا مهم جدا في بلاجين اسمه يوست لازم اتنزلوه اذا في عندكم اي سؤال اتركوا لي اياه في التعليقات وانا ان شاء الله برد عليه في اقرب وقت ممكن لا تنسوا تشتركوا بالقناة بتمنى لكم الخير دائما والسلام عليكم